أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند مجموعة من الأخبار والمعلومات الحصرية من مقر إقامة بيحسة فريق النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية أول الأخبار معايا النهاردة بالتأكيد النادي الأهلي بيصلم القميص أو تي شيرت الخاص به كهدية تسكرية للاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا بناء على طلب الأخير هذه الهداية التسكرية بالتأكيد بتكون مطلوبة من الفرق المشاركة عشان بيتم وضعها في مدحف الاتحاد الدولي تقديرا لهذه الأندية التي شارقت في كأس العالم النادي الأهلي النهاردة سلم للاتحاد الدولي هذا القميص بتوقيع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في كأس العالم للأندية لوضعه في مدحف فيفا جاء طلب الفيفا بالحصول على قميص نادي القرن مزينا بتوقيع الكابتن محمود الخطيب ووضعه في مدحفه بقسم كأس العالم للأندية تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة قدم وبصفته أحد أبرز أساطير كرة في العالم والقرة الإفريقية ورئيس أكبر نادي في القرة نادي القر زي ما أنت قدامك على الصورة هو دي لقطات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي توقيع الكابتن محمود الخطيب على التيشيرت الأساسي لفريق النادي الأهلي وكتب عليه دعوات النادي وجماهيره وأعضاؤه بالتوفيق والنجاح طيب النادي الأهلي بالتأكيد الحمد لله يمكن فيه تقدير كبير جدا لقياداته وأجهزته الفنية ولعبي وجماهيره بالطبع أمام كل المسؤولين وأمام كل المتابعين وبالأخص الاتحاد الدولي لكرة القدم